وطول بعض نحكي لك على الواقع وقت اللي يجينا نتعشي وخاطر أنا في فرنسي معتها نضل عشوية وهرع فامنين وقت اللي يجي شنية اسمها خايف لنفذ حكيخي وانا شفت متعد متعد يعني جابونا جابونا لك الملف ذاك وطلبوا كل واحد بش يختار أنا نلقى متارد متارد معتها ما ظهرت كانوا حاجة كبيرة معتها متارد فامنين قولي تلب درا شنوها سكالوب باني انتو بيشير باني بانتو بيشير كل أنا ما فهمتش من قطلو اخوي انا جيب لي متارد وقعط نستنى حق ايات اللي حق قدك اجيب هي عاطي عالمايونيز فهمتني كحاو خير اهو بالفط بالحق انا حاضرة معه وما قطولوش رايز حصيرو تقات بلاي مالو انا شوف انا نغزر له لا تسخيب عندي طقوس وعادات انا نغزر له حتى شدم غرفة ماكلة وقط خط اربشو بوكيو انا خي ومزلت نحكي ولمزر تصنع بخط انا حتى الكل في فامه وطيقوا انسا شكون حتى شربة لا 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 القصة توفى انه جاب لي المتارد اما حضيته بيقول ماليف اهو بكلي هاي المتارد شنوه التوسيرين شنوه ها؟ لا لا عاد لا 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 نانيان تحب ان بدل الموضوع ان بدل الموضوع نحب نحييهم ونحب يقولون لهم الكل إن شاء الله ربي يشفيكم إن شاء الله ربي يفرج على جميع الممنيين يعطيك الصحة تحية للوالدة متاع جعفور تحية لي يا ربي يشفيهم إن شاء الله الكل وتوارش نعطيه الكلمة لسوفيين ويمتعنا بكوكتيل هكا جميل بتنفيذ فقدنا الموسيقين شوفيين أيضا هو صديقي يعني شو ما هو صديقي ونحبه برشا لأنه السوفيين نجم تكلم لأنه السوفيين أولا شوف أنا مرة استدعوني والله مش تعطيكم حقيقة ما عارف أحد مرة عايتولي بش نمثل بالمصري رفضت ولو أنه الدور كان صغير معتها متعدي ده ما رفضت رفضت لأنه لسبب بسيط ما ما نجمش نحكي على الكومساري وحط في بطنك بطي خصيفي والمساء لذيك وكذابني ولا وببروك المدام حامل وهذيك هناك آآ جو مترويت وكيران وانطرلو ستوشو جو ذاك التوس يعني العالم يكور أبوبا بشو شف وقستحنة قبع الجار بالسكينة والجاية ذاك والعلوش ما زلنا نظهروا فيه بالضهن فمتني ونجربته على محلات نجمره بالضهن مدامنا مدامنا ما زلنا نجمره العلوش بالضهن مدام لباس فهمت تعرف علشي عجبني لبسته غناه يتسمى الطبوع عشي تسمى ذاك الملوف وتبوع وجول كل ذاك اي انا متأكد الناس بشتفرجوا فينا طوب بشتشيخوا على اللخ جافر ليه دا مازلت 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 عايشة وانا متغشة عايشة انتقيتوا هذات اليوم انت صرفت صرفت في راديو اي افام ايه ما احيي في هاتي الفتاة ايه الشجاعة المفرطة ايه انا نخاف من حاشتين في الحياة الكلاب حشيك برشا ناس يعني تقضي الكلاب اه او في ايه بالنسبة لنا الكلب كلب وانا مع كامل احترام من معناتها وما غير ميتافور معطل احكي لكل اه اه ونخاف بالطيارة وحكيت عليها في المسرحية متاعي وحكيت برش على الطيارة انا كنخاف نضحك والله مرة هابط الراديو اي افام الخمسة ونسطة اصباع يعرضوني حشيك ستة كلاب ستة مش واحد وظاهرين كليشماتية بالضبط والله هما جايين واتي القصة واقعية هما جايين بتساة الكلب اللي لان يععمل بارا ما أعرفني ممثل ولا نك خافيا سملة هتي الفتاة رأيتها ذات يوم حذوة حذوة أسد يا باب ورسلني بمحمد ويقف بجنب سيد حي معتي حرك في راسه وكذيب بو ممكن السيد طو ما عادش عنده قيمة ولا برهات أما سيد سيد معت غمت والله أنا غالط أحفظها يا جاكورة تكتبشين فرنسا تقولها ستين ديفي في يافي ستين ديفي ستين ديفي بكو جاكور ماذا بالنسبة لي أنا أحترم هاتي المرأة لسبب بسيط لأنه عندها تعلق خاص بكل ما هو معتها موروث تونسي 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 وعندها فازة قوية مراجة 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 بالحق في التليفونات لا مراجة قالو جاي ولا ماك جاي جاي يا ندايا جاي عايبايا عايش أخويا ندايا معاك ندايا من نوم